اعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن مشاركتها في النسخة السادسة والعشرين من معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر كشريك رسمي للمعرض الذي يعقد بمدينة موسكو من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر مارس الجاري ذلك ضمن جهودها الرامية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية ويترأس سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وفدى مملكة البحرين المكونة من مسؤولين وممثلين عن عدد من الفنادق الرائدة ووكلاء السفر المعتمدين بالإضافة إلى شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين وتأتي هذه المشاركة ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية بلدنا بلدكم والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي بهدف إبراز المقاومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030